في الثامن والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وثمانية وستين استشهد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبد الفتاح حمود في مدينة المفرق الأردنية أثناء توجهه إلى سوريا لأداء واجبه الوطني والتنظيمي ليكون أول شهيدا في موقعه التنظيمي في الحركة ولد حمود عام الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين في قرية التينة قضاء مدينة الرملة وهاجر مع عائلته إبان النكبة إلى غزة حيث أكمل دراسته الثانوية هناك ومن ثم انتقل لإكمال دراسته الجامعية في العاصمة المصرية القاهرة وخلال مسيرته الجامعية عمل حمود من أجل القضية وإبراز الشخصية الفلسطينية المستقلة في العمل النضالي حينها حيث أصبح نائبا لرئيس رابطة الطلاب الفلسطينية لمدة خمس سنوات متتالية والتي كان يرأسها الشهيد الراحل ياسر عرفات وبعد تخرجه انتقل إلى السعودية للعمل في وزارة البترول ثم في شركات نفط في الإمارات حيث كان طليعا في المجال الهندسي وبعدها انتقل إلى الأردن ليتفرغ إلى العمل النضالي والتنظيمي كان حمود أحد الأعمدة التي نهضت على أكتافها حركة فتحة وكان له الدور الكبير في تدعيم ركائزها حيث كان يتمتع بالمسؤولية والجدية خقائد ومارس العمل السري للدعوة للانضمام للحركة من خلال مجلة فلسطيننا والمنشورات والبيانات التي كان يوزعها على صندوق بريد الفلسطينيين عرف حمود بأنه رجل مبدئي قدم القضية على نفسه وأمن بحتمية التحرير وشارك في إطلاق الثورة الفلسطينية عام 65 ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين إلى عنوان النشرة